بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في الدرس التاسع من دروس الفيزياء للفرع العلمي في هذا الدرس سنتعرف على قانونا كيرشوف وسنحل إن شاء الله مجموعة من المسائل عليهم في البداية كل الشكر لأستاذ أحمد حسن الزعبي وموقع وصفحة سواليف على نشر الفيديوهات ننتقل الآن للسؤال التالي طبعاً السؤال يقول معتمداً على البيانات المبينة في الشكل احسب التيار المار في الفرع ألف باع القوة الدافعة الكهربائية قاف دال المقاومة المجهول ميم لاحظوا قاف دال التيار المقاومة الآن لدينا ثلاث مجاهيل لاحظوا أن كل مجهول من هذه المجاهيل يحتل جزء من هذه الدارة الكهربائية الآن سنقوم بحل الأفرع واحدة انتل والآخر إن شاء الله نبدأ بالفرع الأول وهو إيجاد التيار طبعاً لاحظوا بكل بساطة ويمكن حلها شفاهياً التيار تا واحد وتا ثمين داخلين على نقطة ألف تلقائياً يجب أن يكون أحد التيارات خارج فإذا نقول أنه تا داخلة تساوي مجموع تا خارج الآن التيارات الداخلة وهي تا واحد زائد تا ثمين وتساوي هذه تا الآن ثلاثة بالعشرة زائد ثنين بالعشرة يساوي تا منها خمسة بالعشرة يساوي تا فإذا التيار في هذا الفرع خمسة بالعشرين ممكن حلها شفاهياً الآن الفرع الثاني في السؤال المطلوب القوة الدافعة الكهربائية لاحظوا الآن هذا الدوران الذي لدينا هذه اللفة كل ما هو مجهول فيها هو فقط قاف دال الآن سنقوم في البدء مثلاً من النقطة ألف أو مثلاً من النقطة با أو من أي نقطة تريدها بحيث ندور دورة كاملة ونعود إلى نفس النقطة في هذه الحالة ليس هناك أي داعي لكتابة جهد ألف زائد ناقص مثلاً الجهود التي لدينا يساوي جهد النقطة ألف مرة أخرى لأننا ذهبنا من النقطة ألف وعدنا مرة أخرى إلى جهد النقطة ألف لأنه في هذه الحالة بعد النقل سيكون جهد ألف ناقص جهد ألف ويساوي صفر سنقوم فقط بأخذ العناصر دون أخذ جهد النقطة نفسها سنقوم بحل نفس الطريقة مثل ما أخذنا لكن دون كتابة جهد ألف وجهد ألف إذن الآن نبدأ من النقطة ألف الآن أنا أتحرك بهذا الاتجاه مثل ما تم رسم السهم أتحرك بهذا الاتجاه ثم بهذا الاتجاه ثم بهذا الاتجاه ثم بهذا الاتجاه إذن سأتحرك في البداية من ألف إلى با لاحظوا أنني أتحرك مع التيار إذن المقاومات في هذه الحالة سالبة إذن سالب 15 ضرب قيمة التيار كما تم إيجاده وهو نصف ناقص المقاومة الداخلية بمعنى لدينا مقاومة داخلية فإذن الآن ضرب التيار ناقص واحد فقيمة التيار نص الآن البطارية ثلاث القطب الذي مررنا منه آخر مرور هو الموجب إذن زائد ثلاث وصلنا إلى الجهد وصلنا إلى النقطة با الآن سأكمل الآن لاحظوا التيار في هذا الفرع كيف يتحرك هذه هي حركة التيار لكن هذا التيار هو عبارة عن تا واحد في هذا الفرع الآن لدينا المقاومة 12 أتحرك مع التيار إذن سالب سالب 12 في قيمة التيار تا واحد وهي ثلاث بالعشرة لدينا أيضا مقاومة داخلية أتحرك معها إذن سالب واحد بثلاث بالعشرة لدينا القوة الدافعة الآن آخر قطب مررنا من خلاله موجب إنه زائد القوة الدافعة لدينا أيضا مقاومة أتحرك مع نفس اتجاه التيار إذن سالب إذن سالب سبعة بثلاث بالعشرة هذا كله سيساوي في النهاية صفر لاحظوا الآن لم أكتب جهد ألف ناقص زائد المعطيات التي لدينا يساوي جهد ألف فقط بدأت مباشرة بالعناصر وانتهيت بحيث تساوي صفر لاحظوا الآن بعد تجميع هذه الأرقام سأحصل على ما يلي سالب 11 زائد القوة الدافعة تساوي صفر الآن سأقوم بنقل الـ 11 إلى هذه الجهة بحيث يصبح لدينا القوة الدافعة تساوي 11 والوحدة طبعا فولت بهذا نكون أوجدنا قيمة قاف دال ننتقل إلى الخطوة الأخيرة في السؤال وهي إيجاد المقاومة المجهولة ميم طبعا الآن لاحظوا أن التيار في هذا الفرع معلوم الآن وقيمة 0.5 أمبير القوة الدافعة معلومة وقيمة 11 فولت كل ما هو مجهول في الدار الكهربائي هو ميم يمكن لنا الحل بطريقتين الآن ممكن مثلا التحرك من النقطة ألف والدوران إلى النقطة ب ثم العودة إلى النقطة ألف أو يمكن الحركة من النقطة ألف خارجيا والنقطة ألف مرة أخرى أيهم الأصح؟ يمكن اختيار ما تريد لكن أنا شخصيا أفضل أن تأخذ الفرع الداخلي لماذا؟ ممكن أن تكون أخطأت في إيجاد القوة الدافعة ممكن أن تكون أخطأت فيها فكي لا تحمل الخطأ إلى الفرع الآخر الفرع الأول كان سهل جدا إيجاد التيارات من خلال أن التيارين موجودين فقط قمنا بجمعهم لكن الفرع الثاني كان هناك مجموعة من عمليات الجمع والطرح ممكن أن يكون هناك أي خلل فيها لهذا أفضل أن تقوم بأخذ الطريق الأسلم إذن الطريق الأسلم هو إيجاد الفرع الداخلي الآن نقوم بأخذ لفة بحيث تكون هذه اللفة من ألف ونعود مرة أخرى إلى ألف بأي اتجاه تريده؟ إما بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه نفرض أننا نريد التحرك مثلا بهذا الاتجاه لاحظوا الآن لاحظوا الآن كيفية الحركة لدينا في البداية المقاومة ميم طبعا لاحظوا أنني أسير عكس اتجاه التيار التيار يتحرك في هذا الاتجاه وأيضا في هذا الفرع التيار يتحرك في هذا الاتجاه فأنا في كل دوراني الآن أتحرك عكس اتجاه التيار فإذن المقاومات ستكون موجبة الآن لدينا المقاومة ميم في قيمة التيار 2 بال 10 ضرب ميم لاحظوا لدينا مقاومة داخلية أيضا موجب زائد 1 في قيمة التيار 2 بال 10 البطارية مررنا من الفرع السالب أو القصب السالب في النهاية إذن سالب 10 لدينا أيضا الثلاث أوم ضرب قيمة التيار إذن زائد 3 في قيمة التيار 2 بال 10 لدينا أيضا هنا بطارية مررنا من الفرع الموجب إلى السالب إذن نأخذ السالب طبعا في البداية لا ننسى أخذ المقاومة زائد لأنه نتحرك عكس التيار زائد 1 في قيمة التيار المرة هذه نصف الآن لدينا سالب 3 فولت وهي قيمة البطارية الآن زائد قيمة المقاومة 15 ضرب نصف كل هذا يساوي 0 لأننا عدنا في النهاية إلى النقطة ألف الآن بعد تجميع الواحد ضرب 2 بال 10 وناقص 10 إلى نهاية الحل طبعا يجب التأكد منه مرة أخرى نقوم بما يلي 2 بال 10 ميم ناقص 4 2 بال 10 هذا يساوي 0 نقوم بنقل هذه إلى الجهة الأخرى 2 بال 10 ميم تساوي 4 و 2 على 2 بال 10 إذن ميم لدينا الآن ثلاث مجاهل وهي تا واحد وتا ثمين وتا ثلاث لاحظوا كل ما نريد في هذه الدارة إيجاد تا واحد تا ثمين تا ثلاث لإيجادهم يجب حل ثلاث معادلات إذن لدينا ثلاث معادلات لنحل ثلاث مجاهل أول معادلة نأخذها من قانون الأول فنقول الآن مجموعة التيارات الداخلة تساوي مجموعة التيارات الخارجة لاحظوا الآن هذه النقطة ألف ما يدخل إلى النقطة ألف هو تا واحد ما يخرج من النقطة ألف هو تا ثمين وتا ثلاث إذن تا واحد تساوي تا ثمين زائد تا ثلاث وهذه هي المعادلة الأولى الآن المعادلة الثانية والمعادلة الثالثة نستخرجها من خلال الدوران أول مرة والدوران ثاني مرة طبعا يمكن اتخاذ الاتجاه الذي تريده في الدوران الآن نبدأ من النقطة ألف مثلا في الفرع الأول أو في الدوران الأول نبدأ من ألف وأعود مرة أخرى إلى ألف يمكن البداية من با ونعود إلى نفس النقطة الآن نبدأ من ألف مثلا لاحظوا أنني أتحرك الآن مع تجاه التيار في الفرعين من ألف إلى با في المسار الصغير ثم من با إلى ألف في المسار الكبير لاحظوا الآن كيفية الدوران إذن لاحظوا أن في الحركة من ألف إلى ألف مرة أخرى حسب الاتجاه الذي اتخذته لاحظوا أن المقاومات يجب أن تكون كلها سالبة في هذه الحالة لأن هنا مع التيار وهنا أيضا مع التيار فالآن نبدأ لاحظوا ناقص سبعة كتاة اثنين ناقص واحد كتاة اثنين لاحظوا الآن مقاومة داخلية أيضا سالبة ناقص أربعة عشر وهي آخر قطب مررنا من خلاله الآن انتهينا من الفرع الأول ننتقل للفرع الآخر لاحظوا أن التيار الآن تاة واحد إذن ناقص أربعة في تاة واحد الآن لدينا واحد ناقص واحد في تاة واحد الآن مررنا من القطب الموجب زائد عشرة لدينا أيضا الآن ناقص ثلاث في تاة واحد هذا كله يساوي صفر الآن سأقوم بتجميحها كيف سيتم تجميحها لاحظوا الآن هذه تاة اثنين وهذه تاة اثنين لاحظوا الآن لدينا هذه تاة واحد وهذه تاة واحد وهذه تاة واحد سأقوم بتجميحهم وأيضا لدينا الأرقام يتم تجميحها لوحدها الآن لدينا ناقص سبعة في تاة اثنين ناقص واحد في تاة اثنين إذن الجواب ناقص 8 تا 2 لدينا ناقص 4 ناقص 1 ناقص 5 ناقص 3 إذن ناقص 8 تا 1 لدينا ناقص 14 زائد 10 إذن ناقص 4 هذا كله يساوي 0 وهذه هي المعادلة الثانية طبعا ممكن الآن إزالة هذا الصفر ووضحها بحيث أنه تساوي 4 يعني بحيث أنه نقلنا السالب 4 على هذه الجهة نفس الموضوع لا يختلف أي شيء الآن نقوم بإيجاد المعادلة الثالثة من خلال هذا الدوران الآن في المعادلة الأخيرة كل ما علينا فقط هو الانتقال من ألف مرة أخرى إلى ألف عبر هذا المسار طبعا لاحظوا الآن عندما أتحرك الآن أنا أتحرك مع تجاه التيار في هذا الفرع أما في النقطة من با إلى ألف سيكون الحركة عكس تجاه التيار إذن الآن يجب الانتباه لهذه النقاط فيكون لدينا الآن مع إذن سالب سالب 5 في قيمة التيار في هذا الفرع وهو تا 3 ناقص الآن لدينا الثلاث مقاومة لدينا الآن مقاومة 3 إذن سالب أيضا 3 في قيمة المقاومة تا 3 انتهينا من تا 3 الآن كل المقاومات الآن لدينا تا 2 لدينا أيضا الآن الآن مقاومات موجبة مقاومة داخلية 1 في تا 2 زائد البطارية ستكون الآن موجبة لأنه آخر قطب مررنا من خلاله هو الموجب إذن زائد 14 أيضا زائد 7 في تا 2 هذا يساوي كله 0 الآن بعد تجميحها لدينا تا 3 وتا 3 لدينا تا 8 وتا 8 وهذا الرقم الآن بكل بساطة سيكون الناتج لدينا ماقص 5 زائد 3 طبعا كله في تا 3 سيكون سالب 8 تا 3 زائد 1 و7 إذن زائد 8 تا 8 زائد 14 ويساوي 0 أو ممكن كتبتها تساوي سالب 14 وهذه هي المعادلة الثالثة الآن لدينا ثلاث معادلات بثلاث ما جهيل نعود لكتابة المعادلات مرة أخرى للانتباه لها أول معادلة كانت لدينا تا 1 تساوي تا 2 زائد تا 3 المعادلة الثانية وهي 8 تا 2 سالب 8 تا 2 ناقص 8 تا 1 تساوي 4 والمعادلة الثالثة سالب 8 تا 3 زائد 8 تا 2 تساوي سالب 14 هذه هي المعادلات الثلاثة كيف سيتم حل هذه المعادلات؟ لاحظوا الآن معي هذه المعادلة الأولى هذه المعادلة الثانية وهذه المعادلة الثالثة لاحظوا كيف سيتم الحل في البداية سأقوم بتعويض المعادلة الأولى في المعادلة الثانية بحيث لما تعوض المعادلة الأولى في المعادلة الثانية سيكون الناتج لدينا فقط تا 2 وتا 3 لاحظوا كيف سيتم الحل الآن ناقص 8 تا 2 ناقص 8 بدلا من تا 1 سأضع تا 2 زائد تا 3 هذا كله يساوي 4 الآن ناقص 8 تا 2 الآن لأخذوا معظم الطلاب يخطئ في هذه النقطة السالب يوزع فإذا الآن سالب 8 وليس زائد 8 سالب 8 تا 3 يساوي 4 بتجميحها الآن سالب 16 تا 2 تساوي ناقص 8 تا 3 تساوي 4 سأسمي الآن هذه المعادلة هي المعادلة الرابعة إذن هذه هي المعادلة الرابعة الآن سأقوم بجمع المعادلتين لأنهم يحتووا على نفس المجهيل وهو تا 3 وتا 2 لاحظوا الآن سالب 16 تا 2 ناقص 8 تا 3 تساوي 4 ولدينا أيضا المعادلة هذه طبعا سأقوم بترتيب حدودها بحيث يكون تا 2 تحت تا 2 وتا 3 تحت تا 3 هذه سالبة سيصبح هذه الإشارة موجبة ستكون هذه الإشارة أيضا موجبة إذن الآن بربط المعادلة في الأسفل بإشارة سالب ناقص 8 تا 3 و 8 تا 3 سيتم حذفهم بحيث يصبح لدينا سالب 24 تا 2 تا 2 تساوي بعد جمع هذه الحدود سيكون لدينا 18 على سالب 24 على سالب 24 إذن تا 2 في هذه الحالة تساوي سالب 75 بالمئة والوحدة أمبر إذن نكون أوجدنا تا 2 الآن بما أنه تا 2 معي يمكن التعويض بالمعادلة الثالثة تا 2 معي سأجد تا 3 الآن تا 3 معي يمكن التعويض في المعادلة الأولى لأجد تا 1 هذه هي خطوة الحل الآن بالتعويض في المعادلة الثانية مثلا يمكن استخدام المعادلة الثانية أيضا بالتعويض بالمعادلة الثانية سيكون لدينا سالب 8 ضرب تا 2 ناقص 8 في تا 1 تساوي 4 سالب 8 فقيمة تا 2 وهي سالب 75% ويجب الانتباه إلى شرط السالب في هذه النقطة ناقص 8 تا 1 تساوي 4 الآن سيكون جواب سالب 8 في 75% وهو موجب 6 الآن 6 ناقص 8 تا 1 يساوي 4 سأنقل 6 على هذه الجهة فيكون 4 ناقص 6 ويساوي سالب 2 إذن سالب 8 تا 1 تساوي سالب 2 على سالب 8 على سالب 8 يكون تا 1 في هذه الحالة ويساوي 25% لوحدة أمبر إذن أوجدنا قيمة تا 1 بقي لدينا فقط إيجاد قيمة تا 3 الآن المعادلة الأولى سأقول الآن أن تا 3 هي عبارة عن تا 1 ناقص تا 2 إذن تا 3 هي عبارة عن تا 1 ناقص تا 2 فقط قمت بنقل تا 2 إلى الجهة الأخرى بحيث أن نحصل على تا 3 لوحدة الآن تا 1 قيمتها 25% ناقص 75% فيكون الجواب 1 أمبر فإذن هذه قيمة تا 3 الآن بهذا حصلنا على قيم تا 1 تا 2 تا 3 الآن الفرع الثاني من السؤال هو إيجاد فرق الجهد بين ألف وبا أو إيجاد جهد ألف با كل ما علينا هو الانتقال من ألف إلى با بحيث يكون جهد ألف الآن أتحرك معه فإذن سالب الآن سالب أيضا في المقاومة ثم سالب في البطارية يساوي جهد با إذن سنقوم الآن بالحل كالتالي جهد ألف با سأتحرك الآن من ألف إلى با الآن لاحظوا أن جهد ألف ناقص 7 في التيار الثاني ناقص 1 في التيار الثاني ناقص 14 يساوي جهد با الآن بتعويض التيار الثاني وتيار الثاني جهد ألف ناقص 7 في قيمتها وهي سالب 75 بالمية ناقص 1 في سالب 75 بالمية ناقص 14 يساوي جهد با أو مباشرة سبعة ناقص سبعة ناقص 1 سالب ثمانية إذن مباشرة سيكون الجواب لدينا جهد ألف ناقص سيصبح لدينا الآن زائد 6 ناقص 14 يساوي جهد با بعد تجميحها جهد ألف ناقص 8 يساوي جهد با إذن جهد ألف ناقص جهد با يساوي 8 ومنها جهد ألف با يساوي 8 لاحظوا الآن في الفرع الأخير طلب السؤال إيجاد جهد النقطة ألف إذا كان الجهد النقطة با مربوط في الأرض لاحظوا الآن إذا كانت با مربوطة في الأرض في هذه الحالة جهد با يساوي 0 سنقوم بنفس الحال مرة أخرى في الفرع التالي كما حللنا الآن ثم فقط تعويض جهد با يساوي 0 إذن الآن كل ما علينا فعله هو كالتالي الآن جهد با يساوي 0 طبعا بعد وصله بالأرض الآن لاحظوا جهد ألف ناقص جهد با يساوي 8 من خلال هذه المعادلة الآن جهد با يساوي 0 إذن جهد ألف تساوي 8 بهذا نكون أنهينا من حل هذا السؤال إن شاء الله في المرة القادمة سنبدأ في الفصل الجديد إذا أعجبك الشرح لايك وشير واشتراك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر